بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا غيب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفغوا سواء عليهم أأنزغتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشابة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن الصفهاء ألا إنهم هم الصفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتغوا الضلالة بالهدى فما ربحت جاغتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصغون صم بكم عمي فهم لا يغجعون أو كصيب من السماء فيه ذلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذغ الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يختف أبصاغهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا غبكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تبتقون الذي جعل لكم الأرض فغاشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمغات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في غيب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسوغة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا الناغ التي وقودها الناس والحجاغة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمغة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأطوا به متشابها ولهم فيها أزواج متهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم فأما الذين كفروا فيقولون ماذا أرغاد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمغ الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفغون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن السبع السماوات وهو بكل شيء عليم وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نصبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون فعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم وانبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قل لا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبغ وكان من الكافرين وقل لا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجغة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقل نهبطوا بعضكم لبعد عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدا فمن تبيع هدايا فلا خوف عليهم فمن تبيع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفغوا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الناد هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإيايا فأرهبون فآمنوا بما أنسلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتغوا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمغون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لك بيغة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا غبهم وأنهم إليه غادعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واطقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصغون وإذ نجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من غبكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنذغون وإذ وعدنا موسى أغبعين ليلة وثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فطوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نغى الله جهغة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنذغون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام فأنزلنا عليكم المن والسلبا كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قل لدخلوا هذه القرية فكلوا منها فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غيغا الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب عصاك الحجر فانفجغت منه اثنتا عشغة عينا قد علم كل أناس مشغبهم كلوا وشغبوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبغ على طعام واحد فادع لنا غبك يخرج لنا يخرج لنا مما تنبط الأرض من بقلها من بقلها وقسائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبضلون الذي هو أدنى بالذي هو خيط اهبطوا مصغا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجغهم عند غبهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطوب خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكم وتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في الصبت فقلنا لهم كونوا قغدة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وما عذة للمتقين وإذا قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا غبك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمغون قالوا ادع لنا غبك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تصرغ الناظرين قالوا ادع لنا غبك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا فإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول وتثيغ الأرض تثيغ الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذا قتلتم نفسا فداغأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاغة أو أشد قسوة وإن من الحجاغة لما يتفجغ منه الأنهار فإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء فإن منها لما يهبط من خشية الله فما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند غبكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يصغون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتغوا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا الناغ إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله أهدا فلن يخلف الله أهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب صجئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القرب واليتاما والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أصاغا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يغدون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتغبوا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مغيم البجينات وأجدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفغوا فلما جاءهم ما عرفوا كفغوا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتغوا به أنفسهم أن يكفغوا بما أنزل الله بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفغون بما وراءهم وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبجنات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطوء خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الداغ الآخرة عند الله خالصة من دون الناس من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنواه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياه ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمغ ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب ين يعمغ والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشغى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفغ بها إلا الفاسقون أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهَدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنُهُمْ بَلْ أَكْثَغُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابُ كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تدل الشياطين على ملك سليمان وما كفغ سليمان ولكن الشياطين كفغوا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لها غوط وما غوط وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والزوج وما هم بضادين به من أحد إلا بإذن الله فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتغاه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شغوا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله من عند الله خير لو كانوا يعلمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا ذُغْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَغُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٌّ وَلَا نُصِيدٌ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفُغَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ أُضِلَّ السَّبَاءَ السَّبِيلِ وَدَّ كَثِيْغٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَغُدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عُنْدِ يَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَجَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَعَفُوا وَاسْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إن الله على كل شيء قدير فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لي أنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بسيط وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن وكنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فلاه أجره عند غبه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصاغ على شيء وهم يطلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خز ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمغا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أغسلناك بالحق بشيغا ونذيغا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن تغضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهباءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يطلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم غبه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهغ بيتي للطائفين والعاكفين والعاكفين والركع السجود فإذا قال إبراهيم غب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثماغات من آمن منهم بالله واليوم الآخذ قال ومن كفغ فأمطيعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يغفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وغبنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وغبنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وطب علينا إنك أنت الطواب الرحيم وغبنا وبعث فيهم غسولا منهم يطلو عليهم يطلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له غبه أسلم قال أسلمت لغب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اشتفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذا حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصاغا تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنسل إلينا وما أنسل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنوا به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أعواتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن وكتم شهادة عنده من الله فما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم فلا تسألون عما كانوا يعملون